هذا الفسفورة الابيض قبل اسرايلي ما تستخدمه استخدمه تلويات المتحدة الامريكية ويات المتحدة الامريكية اي حاجة مش كويس هي بتستخدمها استخدموه في انا يا فاغنسان استخدموه اول حاجة في حرب فيتنام فيتنام من ايام فيتنام يستخدموا الفسفورة الابيض الخطوط دي ساتك اتكلم عليها دي الخطوط اي دي اوه فاني يوسف لو سمحت هو ده شوف نازلة زي مسلس لا لا ارجع معلش سرطة الخطوط تاني لا لا ارجع سرطة الخطوط معلش هي دي هذا هو انفجار اه اتفضل فاني اتفضل اتفضل وعلى بالم يجينا امريكا استخدمتها فيتنام استخدمتها في حرب تحرير الكويت في ضد العراق في 2003 و2004 اسرائيل استخدمتها لا الغازو اللي هو 2003 ولا استخدموه في التسانيات كمان تحرير الكويت لا في 2003 اللي هو غازو غازو العراق غازو العراق نعم بالاضافة ايضا اسرائيل بلد تستخدمها باستخدمتها في اكتياح الاراضي الفلسطينية في عام 2008 نعم واستخدمتها في 2008 في 2008 اه وتم قتل الف فلسطيني من نتيجة استخدام هذا الفسفور الابيوم اه وبالتالي هو خطير جدا اهو قدامنا يا فاني الفسفور الابيوم هذه هي الخطوط التي تنزل من منطقة الانفجار بتنزل على دايرة الدايرة دي قطرها بتبقى يتم يعني اه قتل كل ما موجودين فيه يا اما نتيجة الاستنشاق الغاز الخانق يعني هو هو دلوقتي بيبقى بيشتغل بحكتين نعم الحرق ثم غاز سام غاز بيكتبر خانق نعم بيدمر يدمر الرئتين الرئتين احنا نعلم ان في الحرب الكيميائية التي اشرب باننا رئيس اركان الحرب الكيميائية الاسبق احنا عندنا الغازات الحربية ديك لكل جزء وكل عضو من جسم الانسان له غاز يعني دماغ لها غاز اسمه الغاز المهالوس ما تعرفش تاخد اي قرار العيون لها غاز مسير للدموع الرئتين لها الغاز الخانق ثم الدم اللي هو ده فسخور الابيض اه